العلواني مسيرة تضحية وثبات من ثنايا الطبيعة الخلابة قدم جميل الروح محمد حمز العلواني حاملا في ثنايا نفسه وأفكاره ومواقفه كل جمال الطبيعة ونقاء الطبعة غير متخل عن شموخ الجبال التي تردد الغيم وتصافح السحاب وفي المدرسة التقى محمد بالعلم على ضم فلم يفارقه حب العلم حتى فارق الحياة ليجعل العلواني من العمل قرينا ملازما للعلم طالبا في واحة العبادة طمأنينة النفس وسكينة الروح عاش العلواني قريبا من الناس بل عاش في عمق آمالهم وآلامهم وإذا كانت لكل راحل صورة تبقى في ذاكرة من بعده فإن صورة العلواني لدى أولاده تبقى صورة القلب الرحيم الذي نزل لمستوى الطفولة ليلعب معها وارتقى بالطفولة لمستواه لتفكر معه لم يكن العلواني متقوقعا حول ذاته أو أسرته بل كان رجل مجتمعا ومن تلك الصفة جاء توجهه إلى ميدان الصحافة ليقف مدافعا عن المظلومين بقلمه ومواقفه وهي مواقف فرضت على العلواني أن يواجه متاعب التضييق عليه في عمله الوظيفي وصولا حد قطع راتبه الشهري علّه يلين أو يصفق للظلم غير أن يد العلواني التي كتبت دفاعا عن الحق أبت أن تكتب حرفا في غير الحقيقة صمد العلواني حتى النهاية وهي نهاية اضطرت الرجل للعودة إلى مسقط رأسه بعد أن ضيق عليه القتلة كل السبل ليصبح مهددا في حياته بعد أن نفذ الظلمة تهديدهم في مصدرهم الأساس لكسبقوت عياله اشتدت الضائقة بالعلواني لكنه بقي مؤملا في سعة السماء وعدالتها رافضا أن يصفق للباطل مصمما على مواصلة السير في درب الحقيقة حتى الختام وهو ختام لم يدرك العلواني وغيره مدى قربه ليفاجأ الجميع بخبر الرحيل الفاجعة رحيل الصحفي الإنسان محمد حمز العلواني رحل عنا ونحن في أمس الحاجة إليه إلى إبداعه إلى مهنته إلى صفاء روحيه ونقع سررته كان يقدم الآخرين على نفسه كان يصنع نجاح الآخرين ويختبئ وراء كل نجاح رحل عنا وكل زملاء مهنته وكل محبيه يفتقدونه تفتقده اليمن كان يحمل هم اليمن بشكل كبير كتب لأجل يمن كثيرا لمعاناته ولمعانات الفقراء والمساكين والضعفاء رحل العلواني صامدا صادقا مع نفسه ومجتمعه وبقي محبوه أمام صدمة الوفاة وواجب الوفاء وفاء يفرض مواصلة مسار الحقيقة التي نذر العلواني لها حياته ورعاية أسرته التي ستحيي مساره من بعده